سؤال اليوم اعطينا معلومة انت تعرفها وغيرك ما يعرفها في جي تي اي سان اندرياس وقف المقطع وشاركنا رأيك الرهيب في قناة التعليقات اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطي رجعلكم بمقطع جديد ومقطع زلها بطبع في مقطع اليوم رح نشوف حقائق ومعلومات اول مرة تسمعها عن جي تي اي سان اندرياس ومتأكد انك في فيديو اليوم رح تسمع حقائق ومعلومات جديدة اول مرة تسمعها فعلا وحقيقة فاربطوا الاحزمة وخلونا نخش سويا في المقطع اولا كلنا نعرف ان مركبات الحكومة زي سيارات الشرطة والمطافي والاسعاف كلها كلها لا تستطيع ادخالها لبي اند سبري والمحل يرفضها رفض ادام زي ما تشوفون لكن هناك مركبة حكومة مستثنى من هذه الحالة الا وهي شاحنة المطافي اللي فيها سلم وتحديدا في السان فييرو زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان نعم هذه شاحنة المطافي تستطيع ادخالها في البي اند سبري ويتم تكنيك لصبغها زي ما رح تلاحظون لكن لما تدخلها وتطلع ما رح تغير فيها شيء اطلاقا ورح تبقى على نفس شكلها لكنها على الاقل مختلفة عن بقياتها وفعلا مميزة وفعلا تخش بي اند سبري ثانيا كلنا نعرف ان كل مدينة لها سيارة شرطة خاصة بها وهناك فرق ملحور بين سيارة كل مدينة طبعا رح اعطيكم مثال عندنا هنا سيارة شرطة لو سانتوس وسيارة شرطة السان فييرو طبعا رح تلاحظ انه سيارة شرطة لو سانتوس كفراتها مهبطة اكثر واقرب للارض زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان بينما سيارة شرطة السان فييرو كفراتها مرفوعة عن الارض بشكل واضح وملحوظ جدا زي ما تشوفون والسبب في ذلك يعود الى انه اساسا السان فييرو مدينة مشهورة بطلعاتها العالية ونزلاتها الهاوية مثل ما ممكن البعض يعرف لذلك ادارة شرطة السان فييرو قرروا زيادة رفع السيارات وكفراتها من الارض من اجل ان تكون اكثر ثباتا مع الطلعات والنزلات وفي طلوعها وفي نزولها ثالثا كلنا نعرف انه السيارات في الشارع مباشرة رح تبتعد عنك لو كانت معك سيارة شرطة وشغلت الونان حقها لكن هناك بعض السيارات لا تستجيب لك نهائيا على سبيل المثال شاحنة نقل الفلوس مهما دقيت عليها بونان الشرطة ما رح تبعد عن طريقك نهائيا والسبب في ذلك هو تطبيق الواقع ومحاكاة للواقع لانه زي ما تعرفون شاحنات الفلوس هذه من يوم ما تطلع من المركز يكون مرسوم لها طريق واحد تمشي عليه لا يحق لها تغييره نهائيا الا في حالة الهجوم المباشر عليها فنعم في جيتي اي سان اندريس وهنا كانت تطبق القواعد المملية عليها فعلا حقيقة وما تبتعد عن الطريق من اجل ان لا تخالف طريقها المرسوم الرابعا تعرف انه هناك بق وقليتش في اللعبة لم يتم حلوا في جيتي اي سان اندريس لاكثر من 17 سنة عموما السيارات اللي فيها قزاز على الباب لو انك وقفت خلف الباب بهذا الشكل رح تلاحظ انه السلاح وبشكل غريب جدا رح يختفي من يد سي جاي ولا كأنه موجود نهائيا زي ما هو ظاهر لكم الان طبعا سبب البقل حد الان مجهول واشوفه جدا جدا تافه صراحتا فمن وجهة نظركم يا اخوان ليش السلاح يختفي لما نجي خلف نافذة الباب بهذا الشكل اكتبونا في خانة التعليقات اذا تعرفونا الاجابة خامسا هل تعلم يا عزيز المتابع انه الام بي سي رح يبتعد عن المطر عن طريق الاختباء تحت السقف احد المحلات التجارية زي ما هو ظاهر لكم الان وزي ما تشوفون بل انه لما المطر يخلص مباشرة الام بي سي رح يكملون مشيهم طبيعي جدا زي ما تلاحظ تفصيل مجنون ورهيب جدا في لعبة من 2004 عارف لكم العاب نزلت في 2020 ما طبقوا حتى لانعكاس بشكل صحيح سادسا احد الحظائر الموجودة في جيتي اي سان الاندرياس المطورين فيها كانوا جدا جدا كسالة وعاملوها معاملة الشجرة طبعا في حال انه حدث في العالم عاصفة او عاصفة رملية او ما شابها ذلك رح تلاحظ انه الحظيرة هذه تهتز وتتحرك كأنها شجرة زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان رغم انه مبنى كامل مبني من الزينك والطوب الا انه لما تجي عاصفة يهتز ويرقص زي ما هو ظاهر لكم الان مثل الشجرة سابعا في احد المزارع هناك عمود كهربائي وحداني قاعد لحاله وما في اي اسلاك متصلة به اطلاقا وباشرة الراح اسألكم ايش قصة هذا العمود اذا تعرفون اكتبونا افغانة التعليقات الاجابة يا اخوان انه العمود الكهربائي هذا تم وضعه في هذا المكان وبهذا الشكل ليتم تحديد نقطة المنتصف لعالم وماب جي تي اي سان اندرياس بمعنى انه العمود هذا وفي مكان العمود هذا هو منتصف ودائرة النصف لماب جي تي اي سان اندرياس وتقدر تلاحظ هذا الشيء اساسا لما تطالع في الخريطة راح تلاحظ انه فعلا حقيقة مكان العمود هذا هو منتصف ونصف ماب جي تي اي سان اندرياس ثامنا مرة اخرى معلومة مجنونة هل تعلم أنه لو كانت السيارة متسخة كليا ونزل مطر هذا المطر رح ينظف السيارة فعلا حقيقة مثل ما يحدث نسبيا في الواقع تعالوا شوف سويا تاسعا هناك أربع أشكال من بائعي المخدات وظاهرين لكم الآن أول اثنين من اليسار هم اللي كلنا نعرفهم ودائما ما نحصلهم في عالم جي تي اي سان أندرياس لكن الاثنين اللي في اليمين هم اللي نوعا ما نادرين أول واحد عندنا البايكر هذا طبعا البايكر هذا نوعا ما نادر ما تحصله إلا في بدايات اللعبة فقط ورح تحصله فعلا في عالم جي تي اي سان أندرياس قاعد يبيع أول ما تبدأ اللعبة زي ما هو ظاهر لكم الآن نعم رح تحصله لكن بعد ما تبدأ في القصة شوية ما رح تحصله نهائيا ورح يختفي كليا بالنسبة لبايع المخدات المكسيكي هذا فهو محذوف كليا من اللعبة وغير موجود فيها إطلاقا الطريقة الوحيدة لرؤيته واستخدامه هو عن طريق المداد غير ذلك لا تستطيع نهائيا عاشرا كلنا نعرف أن معظم المحلات في عالم جي تي اي سان أندرياس ما تقفل وشغالها 24 ساعة تقريبا لكن اللي ما نعرفه هو أنه هناك محلين في جي تي اي سان أندرياس مختلفين ويقفلون في أحد أوقات اللعبة أول محل هو هذا والمحل هذا يا أخوان يقعد شغال زي العسل لحد الساعة العاشرة مساءة من اللعبة وثم يقفل محله كليا زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الآن ويصبح لا تستطيع الدخول إليه والعلامة الصفرة تختفي كليا فسؤال قبل ما نكمل هل كنتم تعرفون هذا المحل وأنه يقفل الساعة العاشرة مساءة أو لا ثاني محل هو محل البيتزا هذا وهو كذلك يشتغل زي الحلاوة معظم الأوقات لكن لما تيجي الساعة 12 صباحا ومنتصف الليل مباشرة يقفل زي خويه ويصبح لا تستطيع الدخول إليه زي ما تشوفون فسؤال يا أخوان من وجهة نظركم إيش السالفة وراء المحلين هذولة وليش يقفلون في أوقات مختلفة 11 و 11 و 12 يكتبوني في غانت التعليقات لو تعرفون وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطعا اليوم وفيه شفنا عشرة معلومات وحقائق أول مرة تسمعها عن جي تاي سان أندرياس فإذا كان عندكم معلومات وحقائق أخرى لم نذكرها يكتبوني في غانت التعليقات عشان تظهر معنا تبكي وصلنا معاكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك وتسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة